السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة فيديو اليوم سوف نشارك معكم في حشوة ورقة البسطلة ممكن أن تقوم بها البريوات أو السيغة نقوم بسطلة مقطع طريفة صغيرة مع فلفلة حمراء فصل تومة وزيت زيتون نقوم بفوق النار حتى يتشحروا وتنزل هذه المكونات نضيف الى كمية الكفتة نحاول أن نفرتها فوق البوطة غير واحد شوية تشحر ونضيف ونضيف تلجين من بعد غسلتهم ونقطعتهم نضيف توابل الملحة البزار وهريسة على حسب الضوء ونضيف كل شيء فوق النار حتى يتطيب ونزل ونضيف 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 كخيم ونضيف 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 جبن ونضيف 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 في ملحة ونضيف ونضيف إلى نار سوف نخرجهم من الفرن حتى يبردون نجمعهم في أكياس الجميد وهذه الساعة نجبدهم مباشرة فرن بارد على نار مهيلة حتى يكملوا تحمارهم ويأتيوا مقرمشين في حل الورقة الجديدة ونقدمهم هذه الساعة مزينين بالجبن محكوك أو لا كيفما تفضلوا مما قدمتم هنا تشكيلها كمخلطين مع بريوات آخرين قدموا جدا من قبل ومعهم كمخلطين الهريسة اللي يفضلوا الهريسة إذن دي الوصفة دي النيوم أتمنى أن تكون لات الإعجاب ديالكم شكرا لكم على المتابعة وفيديو قادم إن شاء الله